اشتركوا في القناة كانت تلك الأيام صعبة حينما كنت أتجاوز الباب المدرسي وكأنني أدخل السجن محملا بالكسل والمبالات الدروس كنت أحسها مملة بل كانت كل محاولاتي للدراسة أو التفوق فاشلة كانت علاماتي كلها منخفضة جدا وأحيانا تتراوح بين المتوسطة كانت الدراسة عباء ثقيلا على كاهلي استمر الوضع أعواما وأنا ألقي حقيبتي جانبا كلما عدت إلى المنزل دون أن أفكر في الواجبات أو المذاكرة كنت أستبدل الدراسة بألعاب الطفولة واللعب بالهاتف والسهر لكن كل شيء تغير عندما نجح الجميع وكنت أنا الراسب الوحيد في صفي كانت صعقة القرن بالنسبة لي لما تحمل خيبة الأمل التي أصيب بها ولداي جلست في غرفتي أبكي نظرت لنفسي وقلت بالله عليك ماذا تفعل يا ولد ما الذي ينقصك لتصبح مثلهم عتبت نفسي كثيرا وبدأت أدرك أنني أمشي في الطريق الخطأ بدأت أدرك أنني أقود نفسي لهلاك محقق ومخاطر بمستقبلي وحياتي كلها أخذت محفظتي أخرجت دفتري وإذا بي أرسم مخططا وجدولا زمنيا لأعمل علي نظمت وقتي وخصصت وقتا للدراسة ووقتا للرياضة ووقتا للراحة وفي وقت المذاكرة خططت لكي أدرس خمسين دقيقة وأرتاح عشر دقائق وهكذا ذهبت للنوم وأنا متحمس متى سيأتي الصباح لكي أبدأ حربي؟ استيقظت باكرا ذهبت إلى المدرسة وإذا بي أجلس في الصفوف الأولى لكي أركز مع الأستاذ ولكي أدون الملاحظات في دفتري تبعت الدرس مع الأستاذ بتركيز وتأني بدأت بمذاكرة الدروس بمجرد عودتي للمنزل لم أعد أراكم أبدا صار وقتي منظما كان الأمر صعبا قليلا لكني تحملت من منزلي ومن غرفتي ومن مكتبي المتهالك درست وسهرت الليالي كنت أبحث عن المعلومات في كل مكان كنت أدرس المواد العلمية مساءً والمواد الأدبية صباحاً بدأت تلقائي أتغلب على الكسل وكأنني افتتحت فصلاً جديداً في رحلة التعليمية بدأت أدرك قيمة الدراسة بدأت أتعلم بجد أسأل الأسئلة وأسعى لتحقيق الفهم العميق تحولت علاماتي تدريجياً إلى الأفضل وأصبح زملائي يشعرون بالدهشة من التحول الذي حدث في نهجي نحو الدراسة استمريت على نفس الطريق حتى جاء هذا اليوم اليوم وأنا أحمل شهادتي بين يدي أدرك أن هذه الرحلة لم تكن مجرد درب دراسي بل كانت تجربة تشكلت بواسطتها شخصيتي وتغيرت نظرتي تماماً نحو العلم بفخر وعز أنظر إلى تلك الفترة الصعبة وأشعر بالامتنان لتلك اللحظة التي قلبت فيها حياتي رأساً على عقب ونصيحتي لكل طالب وطالبة القطار لن يفدك بعد لديك الوقت للتفوق ولتصل إلى ما تريد لا تيأس ولا تستسلم أبداً لأنك ستصل يوماً ما حتى لو فشلت لا تتوقف أبداً حتى لو سقطت ألف مرة فلا تتوقف دائماً أترك أملاً في حياتك مهما طال الليل سيأتي الصباح حتماً لا تيأس لأنه حتماً سوف يأتي ذلك اليوم الذي سترفع فيه رأسك فخراً بنفسك لأنك استطعت أن تكمل الطريق ولأنك استطعت أن تغير حياتك بنفسك لذلك أنا أثق فيك وأتمنى لك كل التوفيق أنت لها